عقد وزير الموارد المائية ورأي محمد عبد العاطي اجتماعا لاستعراض مجهودات الوزارة في مجال حصر الأملاك الخضع لها وسبل حمايتها وتطويرها وأكد وزير الموارد المائية أنه في إطار رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسة الدولة فإنه جار حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة